مرحبا كيفكن أحبائي صباح الفراولة صباح الفريز صباح أطيب كوكتيل ممكن نشربوا بالأيام العادية أو بالأيام الرمضانية إن كان بعد الفطور أو الصحور تعونا عملوا سوا بسيارت إذا كنتوا أول مرة عم تحضروني ما تنسوا تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس لي وصلكم كل شي جديد أنا بنزله فضلا وليس أمرا بها الفيديو رح أعمل كوكتيل الفريز يعني طعم حلو وبدون سكر ولأصحاب الرجيم والضايت وللرياضيين اللي بحبوا يعني يلعبوا رياضة مغزة ومشبع تماما كتير وعلى فكرة ممكن تستغروا عن الأكل وقت تشربوه بتمنى يعجبكم الفيديو خلوكم معنا بول شغلية رح أبلش فيها رح حط موزة واحدة وبعد هيك رح حط حبات الفريز هلأ أنا بحب أعمل الكوكتيل أي كوكتيل أفوغا فريز موز أي كوكتيل بالدنيا بحب أعمله على إيدي بالبيت أكتر بكتير من إنه اشربوا بره شيلوكم عن النظافة أكيد بالبيت أنضف بمليون مرة بس أنا بتأكد إنه ما فيه سكر بحب هاي أولا كمية الفريز اللي أنا بديها بحب حطها بالكوكتيل هلأ أنا بحب الفريز أكتر من الموز بحب كمية الحليب تكون قليلة فبتحكم يعني بعمل الكوكتيل عزوئي بعد ما حطيت الموزة وحبات الفريز رح ضيف كمية من الحليب طبعا أنتو فيكن تزيدوا تقللوا كمية الحليب حسب الرغبة وبعدين رح حليها بالعسل ما شاء الله كمية الفريز والموز والحليب رح تطلع معنا كمية منيحة هلأ أنا ما كترت حليب بس إنه بتحسوا الفواكي بقلب الكوكتيل كمية منيحة فبتحسوا إنه بتمد تطلع معكم كمية كتير منيحة ما شاء الله هاد الإبريق يعني اللي أنا هلأ عم بعمله بيشرب منه يعني كل البيت فهلأ آخر شي حطيت الحليب وراح حط العسل وراح سمي بسم الله واضربهم على الخلاط ضربة ضربتين يعني تدوب الفواكي وصار الكوكتيل جاهز معنا شايفين لونه ما أحلى بسم الله ما شاء الله أنا هيك بحب لونه يعني برات للبيت وقت نشربه بره بيكونوا حطي له صبغيات لحتى يعطي اللون الأحمر الغامع وهلأ هون حطيت للكاسات هيك فريز وموز زينتن يعني مو مشان شي بس مشان الديكور وبس بس هيك وآخر شي انتو بتزينوه ع زوقكن رح زينها بشوية مكسرات وهيك بتصير جاهزة معنا عفكرة حل الموز والفريز مقبول كتير بقلب الكوكتيل إذا ما حبيتوا تحطوا عسل هذا الشي برجع للكون وخاصة لأسحاب الضيت يلي بيحسبوا السعرات الحرارية فهذا الكوكتيل محسوب السعرات الحرارية تقريباً الكاسة الوحدة لا تتجاوز 350 سعراء كميته كتير محدودة ومناسبة والأهم من كل شي انه صحي وطبيعي مليون بالمية وكتير طيب بتمنى انكم تجربوا إذا جربتوا ما تنسوا تعطوني رأيكم بالكومنت كتير بحب اسمع آراء كون وبنبسط كتير من كل قلبي لما بسمع آراء كون بتشكر كون شخص شخص وبنهاية الفيديو ما بقدر لكم إلا باي حطوا لي لايك لأعرف إنكم وصلتم على لنهاية الفيديو بتمنى لكم التوفيق كان معكم جوليا شانيل باي باي